احتفلت ثانوية النهضة العلمية الأهلية بسيئون اليوم بتكريم وتوديع 63 من طلاب الدفعة العشرين من خريجية ثانوية برعاية السلطة المحلية في مدريات الوادي والصحراء وفي الحفل بارك وكيل المحافظة المساعد لشؤون مدريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي بارك للطلاب الخريجين وأهاليهم مؤكدا دعم ومساندة السلطة المحلية لكل الأنشطة التعليمية وعرب الوكيل المساعد عن أمله في أن يسهم الخريجين في الرقي بمجتمعهم متمنيا أن تتضافر جهود الجميع من أجل إنجاح مسيرة التعليم فيما أشار مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون خالد بلفاس ومدير الثانوية أحمد شيخ عباد إلى الوضع المستقر للعملية التعليمية في المحافظة والمديرية انعكس إيجابيا في تحقيق مستويات تعليمية مرضية للطلاب من جانبهم شكر طلاب الخريجين في كلمتهم جهود إدارة المدرسة لدورها في تهيئة الأجواء المتلائمة خلال سنوات تحصيلهم العلمي